السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم بدنا نتحدث عن صفحة 103 تغذية الطفل وإفراز الحليب في البداية المكان المسؤول عن إفراز الحليب هي الغدة النخامية الأمامية بتفرز هرمون اسمه البرولاكتين هذا البرولاكتين اللي أمامنا بيمثل النقطة الرئيسية في عملية التحفيز لإنتاج الحليب للرضاعة كيف؟ أولاً إفراز هرمون من الغدة النخامية للبرولاكتين ويحفز هرمون آخر اسمه الأستروجين المشيمي مش الأستروجين فقط إنما اسمه الأستروجين المشيمي بيحفز قنوات الحليب في الثدي على إنها تكون مفتوحة وجاهزة وفي نفس الوقت يحفز هرمون اسمه البروجسترون الذي تفرزه المشيمة إلى تطور هذه الغدد الحليبية غير أنه يثبت إنتاج الحليب طول مدة الحمل يعني هذا البروجسترون المشيمة لما بيكون بعد الحمل بيفرز الحليب لكن لما يكون في حمل موجود هو ما بيساعد الغدد على إفراز الحليب إذن أنا بشوف أنه في عندي ثلاث أنواع من الإنزيمات البرولاكتين لإنتاج الحليب الأستروجين المشيمي من أجل إنتاج القنوات وفتح القنوات داخل الثدي للرضاعة والبروجسترون من المشيمة وهو المسؤول عن عملية إنتاج الحليب بعد الولادة مباشرة يتوقف تأثير البروجسترون المشيمي فبالتالي ينتج الحليب بكميات كبيرة وبالتالي يحث الأوكسي توكسين اللي نحن درسناه في درس الولادة تمام اللي يفرز من النخامية الخلفية على خروج الحليب من القنوات الحليبية في أثناء عملية الرضاعة الطفل بيقوم بعملية تحفيز المستقبلات الميكانيكية ليش بيحفز المستقبلات الميكانيكية إذا إجينا هذا السؤال علل جواب سؤال علل ترسل إشارات عصبية إلى منطقة تحت المهاد لكي تحفز النخامية على متابعة إنتاج البرولاكتين طيب شو مميزات حليب الأم في أول فترة من الولادة يحتوي على كميات كبيرة من الأجسام المضادة وهذه الأجسام المضادة الموجودة في حليب الأم مهمة لمقاومة كل أنواع الأمراض الذي يتعرض لها الطفل في أول بجموعة أشهر من عمره هذا الحليب اسمه حليب اللبا فإذا إجرنا نحن تعريف ما هو حليب الأم في أول فترة الولادة أو ما هو تعريف اللبا هو الحليب الذي ينتج من الأم بعد ولادة الطفل بأشهر وأن يكون حاوي على كميات كبيرة جدا من الأجسام المضادة تحمي من جميع أنواع الجراثيم التي قد يتعرض لها في أول فترة من فترة حياة إذن كان الدرس في تغذية الطفل وإفراز الجنين هو ثلاث أنواع من الإنزيمات البرولاكتين المسؤول عن إدرار الحليب الأستروجين المشيمي نمو القنوات الحليبية والبروجسترون اللي مصدره من المشيمة المسؤول عن تطور الغدد الحليبية هذه الثلاثة هم الرئيسيين اللي بينتجوا من خلالها اللبا واللبا هو الحليب اللي بيكون حاوي على المضادات الحيوية اللي بتحمي الجنين في أول أشهر من حياته في الدنيا يعطيكم جميعا ألف عافية انتهى الدرس رقم في صفحة رقم 103 السلام عليكم